السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على اشرف المرسلين مرحبا بكم تنامية سنة الرابعة من التعليم المتوسط كما وعدتكم تجدون في هذا الفيديو الوضعي الادماجية باللغة الفرنسية التي طلبت في شهادة التعليم المتوسط اتمنى انها تنال اعجابكم. نتبقى فقط الانجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم زالية لحظة الإثار والعمال إزالية التي طلبت في مدارعة المرة والانجاب بالفيديو الوضعي الانجاب بالفيديوان الفيديو لقد أتبعي محبوب تعالى تعالى وحفر لقد أتبع رائد لقد أتبعنا في حفظ وقالت كما أتبع تسلل أحضور وتقال من الضابع وفي ذلك وفي ذلك يجب أن تنمي الناس لتنمي وضع ألاحظه أفضل تكتب أن تحصلة على زيادة وقم ترجمة إخير إنشاء الله التي ترجمة على خارج هي سيطرة ومن تسيطرة ومن تسيطرة ومن تسيطرة ومن تسيطرة أويحظة كيف قدرسة ومن تسيطرة ومن تسيطرة pour qu'un moment se fasse écouter répond Salim avec conviction écoute mon frère je ne suis pas d'accord avec toi je trouve que cet aspect est un comportement lâche qui entraîne les agressions surtout lorsque la victime est plus faible dis-moi l'aperçois-tu si un élève de ton classe te faisait le même geste parce que tu es petit que lui Salim demeura silence réfléchissant sérieusement au phénomène puis il dit tu as raison Malek je vais voir Rida pour m'excuser la prochaine fois je lui parlerai au lieu de l'attaquer c'est courageux de ta part car on doit lutter contre ce méfi pour vivre en paix il est comme elle la première c'est la première c'est la première لماذا أنت دنيء وعنيف للغاية مع صديق رضا؟ حسناً، اليوم شغل مقاديه بما أنه رفض إعطائي إياه ما فعلته سوى إجباره على الاستقرار في مكان آخر واستعادة كرسي بالعنف، أجاب سليم لكن هذا فضيع، العنف ظاهر مؤدية تنصر الكراهية وتدمر العلاقات لكن يا مالك، ليس كذلك بل على العكس فهمت أنه من السغل الفوز ليس عريا سوى أن أهدد الصبي صغير حتى يسمع كلمتي رد رضا اسمع يا أخي، أنا لا أتفق معك أجد هذا سلوكاً جبال يؤدي إلى العدوان خاصة عندما يكون الضحية أضعف أخبرني، ما هو تصرفك إذا قام طالب في صفك بنفس الإساءة لأنك أقصر منه؟ بقي رضا صامتاً يفكر بجدية في الظاهرة أنت محق يا مالك، سأذهب لأقابل سريع لأعتدر منه، في المرة القادمة سأتحدث معه بدلاً من مهاجمته هذه شجاعة منك، لأننا يجب علينا أن نحارب هذه الظاهرة وكذا انتهت الوضعية، أتمنى لكم أنكم فهمتوها وستوابتوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته